بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيميا 2 بإذن الله اليوم سنكمل الحسابات الكيميائية صيغ الأملاح المائية سنكمل تحليل الأملاح المائية وسنبدأ في استعمالات الأملاح المائية نرحب باستاذنا بدر الحمود معلم لغة الإشارة الفكرة العامة اللي نسترجعها معا يا طلاب تؤكد العلاقات بين كتل المواد المتفاعلة والناتجة في التفاعلات الكيميائية صحة قانون حفظ الكتلة حاول أن تتذكر ما هو قانون حفظ الكتلة سجله لديك في دفتر الكيميا الدروس لدينا في هذا الباب ستة دروس انتهينا من الصيغة الأولية والصيغة الجزائية ثم بدأنا الحصة الماضية الصيغ الأملاح المائية سنكملها اليوم بإذن الله وهو في حص قادمة سنكمل بقية الدروس ماذا تعلمنا في الدرس الماضي؟ عرفنا الملح المائي سمينا الأملاح المائية وصيغ الأملاح المائية ثم قمنا بتحليل الأملاح المائية وذكرنا سبب استخدام النقطة في الملح المائي اليوم سنكمل بإذن الله تحليل الأملاح المائية سنقوم بحل مسائل تدريبية واستعمالات الأملاح المائية ثم بعد ذلك الخلاصة وحل أسئلة التقويم إذن الفكرة الرئيسة الأملاح المائية هي مركبات عيونية صلبة فيها جزيئات ماء محتجزة جزيئات الماء H2O الأهداف نوضح المقصود بالملح المائي ونربط اسمه بتركيب انتهينا من هذا الهدف بإذن الله اليوم نحدد صيغ الأملاح المائية من البيانات المختبرية مراجعة المفردات الصورة التالية تبين لك الشبكة البلورية وهي الترتيب الهندسي الثلاثي الأبعاد للجسيمات مفرداتنا الجديدة التي تطرقنا إليها في الحصة الماضية وأيضا في هذه الحصة هي الملح المائي أيضا أخذنا بعض الأملاح الشائعة مثلا أقزلات الأمونيوم أحادي الماء وتطرقنا إليها بشكل كامل من الأول حتى العشاري أيضا بدأنا في تحليل الأملاح المائية وقلنا في هذه الصورة يتغير لون كلوريد الكوبلت السداسي الماء الزهري بيصبح لونه أزرق بسبب التسخين وطرد جزيئات ماء التبلور اليوم بإذن الله سنكمل مثال خمسة واحد تحديد صيغة الملح المائي نتابع معنا وضع تعيينه من كبريتات النحاس المائية الزرقاء سي يو اس أوفور ضرب اكس مجهولة اج تو او كتلتها وركز معي في المعطيات اثنين ونص قرام في جفنة وسخنة لاحظ وسخنة وبعد التسخين واحد فاصلة تسعة وخمسين جرام بقي من كبريتات النحاس اللامائية ولاحظ أصبحت بيضاء سي يو اس أوفور المطلوب مع صيغة الملح المائي وأيضا ما اسمه لنقوم بتحليل المسألة اعطيت كتلة كبريتات النحاس المائية وكبريتات النحاس اللامائية كما أنك تعرف صيغة المركب ما عدى قيمة اكس وهي معامل الماء في صيغة الملح المائي والتي تشير إلى عدد مولاة ماء التبلور إذن ما هو المطلوب ما هو المطلوب المطلوب صيغة الملح المائي ومطلوب اسم الملح المائي إذن لنسترجع معلومات المعطيات كتلة الملح المائي اثنين ونص وهو كبريتات النحاس المائية كتلة الملح اللامائي كبريتات النحاس 1.59 جرام الكتلة المولية للماء 18.02 جرام لكل مول وتطرقنا إليها في الحصة الماضية كيف نحسب الكتلة المولية للمركب الكتلة المولية لكبريتات النحاس 159.6 جرام لكل مول إذن لمن لم يتذكر طريقة الكتلة المولية للمركب هنا لدينا الطريقة لابد أن نكتب الصيغة ثم نشاهد كم عدد الذرات في هذه الصيغة الهيدروجين 2 نضربه في الكتلة في كتلة العنصر من الجدول الدوري نأخذها الأكسجين اللي هو 15.9 يعني بالتقريب تصبح 16 نقوم بالضرب في هذا بين القوسين ثم نجمعها بال16 يعطيني الثمنطاعش مثل ما هو مكتوب فوق الكتلة المولية لكبريتات النحاس نفس الطريقة النحاس في الجدول الدوري 63.5 الكبريت في الجدول الدوري 32 والأكسجين الواحدة 16 ونلدي 4 إذن 4 في 16 استخرج من هنا أولا قيمة الضرب ثم أجمعهم سيعطيني الناتج 159.6 جرام لكل مول إذن هذا استرجاع لمعلومات كيف أحسب الكتلة المولية المركب لنعود الآن إلى مسألتنا حساب المطلوب أولا نحن لا نعرف قيمة إكس ما هي كم حدد كتلة الماء المفقود كيف أحدد كتلة الماء المفقود؟ كتلة الماء المفقود يساوي كتلة الملح المائي الذي يوجد فيه الماء أطرح منه كتلة الملح اللامائي حتى أستخرج كتلة الماء إذن أطرح كتلة الملح اللامائي السي أو السي أو السي أو عفوا السي أو اس أو فور من كتلة الملح المائي سي أو اس أو فور أكس أجتو أو لنلاحظ هنا لا نعرف قيمة إكس القيمة 2.5 ناقص 1.59 جرام يساوي 0.91 جرام ثانيا حول الكتلة المعلومة للماء والملح المائي إلى مولات إذن سنقوم بالتحويل من كتلة إلى مول ماذا سنستعمل؟ سنستعمل معامل التحويل الذي يربط المولات بالكتلة مقلوب الكتلة المولية إذن نحسب عدد مولات كبريتات النحاس بالتعويض بقيمة كتلة كبريتات النحاس مضروبا في مقلوب الكتلة المولية كتلة كبريتات النحاس 1.59 جرام مقلوب الكتلة المولية 1 مول لكبريتات النحاس على الكتلة المولية التي حسبناها قبل قليل لكبريتات النحاس أولا نقسم ثم نضرب سيعطيني الناتج 0.0099 مول من كبريتات النحاس ثانيا إذن هنا حسبنا مولات كبريتات النحاس هنا الآن سنحسب عدد مولات الماء بالتعويض بقيمة كتلة الماء مضروبا في مقلوب الكتلة المولية 91% جرام من الماء لدينا هنا مقلوب الكتلة المولية نقسم ثم نضرب سيعطيني الناتج 0.05 مول من الماء كيف سأستعمل هاتين النتيجتين الآن؟ سنحسب أبسط نسبة عددية بالتعويض بعدد مولات الماء وعدد مولات كبريتات النحاس إذن X ستكون عبارة عن النسبة بين مولات الماء على مولات كبريتات النحاس إذن X تساوي مولات الماء 0.050 مول من الماء وكبريتات النحاس 0.0099 أيضا 996 مول من كبريتات النحاس بالتقريب سيصبح خمسة على الواحد إذن خمسة إذن X ستكون خمسة إذن صيغة الملح المائي سنقوم بحذف X وسنبدلها بالخمسة أو الـ 5 C U is offer مضربة في خمس مولات من الماء إذن هنا نستطيع استخراج اسمه وهو كبريتات النحاس الثنائي خمسية الماء إذن استطعنا استخراج قيمة X عن طريق التحويل ثم بعد ذلك استخدام هذا الكسر لاستخراج النسبة بينهم كيف سأقوم بتقويم الإجابة؟ كبريتات النحاس أصلا موجود في الجدول الذي وضع في الكتاب المدرسي إذن هو ملح شائع ومدون في الجدول واحد واحد إذن كبريتات النحاس الثنائي خمسية الماء مدون في الجدول نلاحظه هنا لاحظ معي كبريتات النحاس ثنائي خمسية الماء وهذا هو صيغته مسائل تدريبية يظهر في الشكل المجاور تركيب أحد الأملاح المائية لاحظ معي الماء 51.2 نسبة مئوية وهنا النسبة المئوية لكبريتات الماغنيسيوم 48.8 لاحظ أعطاني نسبة مئوية مطلوب مني صيغة الملح المائي وماء اسمه كيف سنقوم بالحل؟ أولا نفترض أن لديك 100 جرام من العينة أحسب عدد المولات لكل مركب نسترجع طريقة حساب الكتلة المولية للمركبين مثل ما تطرقنا إليها قبل قليل هنا الماء وهنا الكتلة المولية لكبريتات الماغنيسيوم الماغنيسيوم 24 الكبريت 32 والأكسجين 16 مضروبة في أربعة سيعطينا الناتج 120.38 وهنا 18.08 إذن لا الآن استخرجنا الكتلة المولية للمركبين لأننا سنستعملها بعد قليل إذن افترض أن لديك 100 جرام من العينة أحسب عدد المولات لكل مركب لاحظ معي سنستخدم هذا الرقم 48 سنبدأ أولا بكبريتات الماغنيسيوم 48.8 من كبريتات الماغنيسيوم مضروبة في مقلوب الكتلة المولية واحد مول من كبريتات الماغنيسيوم على الكتلة المولية للمركب 120.38 نقسم أولا ثم نضرب سيعطينا الناتج 0.405 مول من كبريتات الماغنيسيوم إذن استخرجنا مول كبريتات الماغنيسيوم ثانيا الماء لاحظ ما يستخدم هذه النسبة 51.2 جرام من الماء مضربة في مقلوب الكتلة المولية أيضا استخدمنا 18 جرام الكتلة المولية للماء نقسم ثم نضرب سيعطينا الناتج 2.84 مول من الماء إذن هذه هي مولات الماء ثانيا أحسب نسبة المولات لكل مركب سنقوم بالقسمة 0.405 0.405 مقسوم على بعض كلهم لكبريتات المغنيسيوم إذن نفس الرقم مقسوم على بعض سيعطيني واحد بالنسبة للماء النسبة هنا الماء إلى كبريتات المغنيسيوم إذن سأقول مولات الماء 2.84 مقسوم على 0.405 إذن هنا ستعطيني الناتج 7 إذن نسبتهم 1 إلى 7 إذن 7 هي خاصة بالماء إذن كم قيمة X؟ إذن صيغة هذا الملح المائي كبريتات المغنيسيوم مضروب في 7 جزيئات أو مولات من الماء اسمه كبريتات المغنيسيوم سباعية الماء إذن هذا هو الصيغة والاسم أيضا مسألة تدريبية أخرى سخينة عينة كتلة 11.75 جرام من ملح مائي شائع لكلوريد الكوبلت الثنائي وبقي بعد التسخين 0.0712 من كلوريد الكوبلت اللامائي إذن تحول من المائي إلى اللامائي كان 11.75 وأصبح 0.0712 ما صيغة هذا الملح وما اسمه؟ أولا أحسب كتلة كلوريد الكوبلت المتبقية أولا قبل حساب كتلة كلوريد الكوبلت المتبقية لابد أن نحسب الكتلة المولية لكلوريد الكوبلت الكوبلت 58 الكلور 35 هنا لدي 2 إذن 2 في 35.45 نستخرج الناتج بين القوسين ثم نجمعهم بال58 سيعطيني 129.83 الـ 129 سنستخدمها هنا في البسط إذن القيمة لدي هنا القيمة 0.0712 مول من كلوريد الكوبلت مضروب في كسر الكتلة المولية البسط 129.83 جرام والمقام 1 مول ستذهب المولات مع بعض وكلوريد الكوبلت مع بعض يتبقى لدي هنا القرامات إذن الناتج بعد الضرب 9.24 جرام من كلوريد الكوبلت لابد أن نسجل هذه القيمة لأننا سنستخدمها بعد قليل احسب كتلة الماء المتبخرة كتلة الماء المتبخرة سخنة عينة كتلتها 11.75 إذن أستخدم هذه القيمة أطرح منها القيمة التي استخرجتها قبل قليل وهي 9.24 جرام من كلوريد الكوبلت سأقوم بالطرح سيعطيني الناتج 2.5 جرام من الماء ثالثاً أحسب مولات كل مركب مولات كل مركب أيضاً سنستخدم الرقم 9.24 وهنا نقلب الكسر لأننا نريد مولات فسأتخلص من القرامات أريد المولات فلذلك نقلب الكسر سيعطيني هنا سنكتب الـ 129 الكتلة المولية للمركب نقسم الـ 1 على الـ 120 ثم نضربها في 9.24 سيعطيني الناتج هذه استخدمنا الرقم الأول سيعطيني الناتج 0.0712 مول من كلوريد الكوبلت ثانياً الماء أيضاً سنستخدم الرقم 2.5 2.5 على 2 جرام من الماء سنتخلص من القرامات لا نريدها نريد المولات سنقسم ثم نضرب هنا 18 الكتلة المولية للماء نقسم الـ 1 على 18 ثم نضربها في 2.51 سيعطيني الناتج 0.139 من ألف جرام من الماء عفواً مول هنا مول من الماء إذن هذه القيمتين التي سنحتاجها رابعاً احسب نسبة المولات لكل مركب سنقوم بالقسمة لكلوريد الكوبلت مولات كلوريد الكوبلت على مولات كلوريد الكوبلت طبعاً نفس الرقم فسيعطيني 1 بالنسبة للمولات الماء إلى مولات كلوريد الكوبلت سيعطيني الناتج 2 لأنني قسمت مولات الماء 0.139 على 0.0712 إذن سيعطيني 2 إذن نسبتهم 1 إلى 2 إذن الـ X عبارة عن 2 إذن صيغة هذا الملح المائي كلوريد الكوبلت ثنائي الماء إذن اسمه كلوريد الكوبلت الثنائي ثنائي الماء ننتقل الآن إلى استعمالات الأملاح المائية لاحظ معي هذه الصورة هل تعرفوا هذه الصورة؟ ماذا وضعت في داخل هذه الزجاجة؟ إذن يجفف كلوريد الكالسيوم الهواء يجفف كلوريد الكالسيوم الهواء من جزيئات الماء كما يستعمل في المختبر في حفظ المواد الكيميائية من رطوبة الجو لاحظ أنه هنا يسحب الهواء إذن للأملاح المائية استعمالات مهمة في مختبر الكيميا أولا كلوريد الكالسيوم كلوريد الكالسيوم يكون ثلاثة أملاح مائية أحادي الماء ثنائي الماء وسداسي الماء كلوريد الكالسيوم يكون ثلاثة أملاح مائية أحادي الماء ثنائي الماء وسداسي الماء كلوريد الكالسيوم اللامائي له استخدامات يوضع في قعر أوعية محكمة الأغلاق تسمى المجففات مثل هذه الصورة ما وظيفته؟ يقوم بامتصاص الرطوبة من الهواء داخل المجفف ويصنع جو مناسب وجوجاف لحفظ المواد إذن هذا هو كلوريد الكالسيوم اللامائي يستخدم في قعر الأوعية محكمة الإغلاق تسمى هذه الأوعية المجففات من اسمها مجففات إذن تمتص الرطوبة من الهواء داخل المجفف تصنع الجو مناسب لحفظ المواد أيضا كبريتات الكالسيوم هنا لدينا الصورة الخاصة بكبريتات الكالسيوم تضاف إلى المذيبات العضوية ما المقصود بالمذيبات العضوية؟ المذيبات العضوية مثل الإيثانول الإيثيل إيثر وتضاف إليها للحفاظ عليها خالية من الماء إذن كبريتات الكالسيوم يضاف إلى المذيبات العضوية مثل الإيثانول الإيثيل الإيثر للحفاظ عليها خالية من الماء هذا هو شكل كبريتات ولونه كبريتات الكالسيوم بالنسبة للتطبيقات التجارية ما سبب استخدامها في التجارة؟ لها قدرة قدرة الملح اللامائي للماء على امتصاص الماء له تطبيقات تجارية أولا المعدات الإلكترونية والبصرية التي تشحن عبر البحار وهي مهمة لو أتت عليها قطرات ماء ستؤدي إلى ممكن إتلافها تعبأ مع كياس المجففات التي تمنع الرطوبة في الدوائر الإلكترونية الدقيقة أيضا تستعمل كبريتات الصوديوم المائية صيغة كبريتات الصوديوم المائية NA2SO4 مضروب في عشر جزيئات ماء تستعمل كبريتات الصوديوم المائية لماذا تستعمل وفي ماذا؟ لخزن الطاقة الشمسية خزن الطاقة الشمسية كيف يكون خزن الطاقة الشمسية؟ عندما تسخن الشمس الملح المائي إلى أكثر من 32 درجة سيلولوزية تذوب كبريتات الصوديوم في مولات ماء التبلور العشرة تذوب في مولات ماء التبلور العشرة وخلال ذلك عندما تذوب تمتص الطاقة إذن ذابت وامتصت الطاقة تنطلق هذه الطاقة عندما تنخفض درجة الحرارة ويتبلور الملح المائي ثانية إذن هذه من ضمن تطبيقات التجارية للأملاح المائية الخلاصة تتكون صيغة الملح المائي من صيغة المركب الأيوني وعدد جزيئات ماء التبلور المرتبطة في وحدة الصيغة يتكون اسم الملح المائي من اسم المركب مدفوعا بمقطع يدل على عدد جزيئات الماء المرتبطة بمول واحد من المركب يتكون الملح المائي عند تسخين الملح المائي نقوم الآن بحل التقويم وضح تركيب الملح المائي تركيب الملح المائي الملح المركب المائي هو مركب أيوني واحتجزت فيه جزيئات الماء في داخله سم المركب الذي صيغته سرCL2-6H2O كلوريدلسترانشيوم سداسي الماء صف الخطوات العملية لتحديد صيغة الملح المائي المعللة كل خطوة أولا سجل كتلة جفنة فارغة نقيصها أضف إليها مركب مائي ثم بعد ذلك نعيد القياس مرة أخرى وسنسجل سخن الجفنة لإخراج الماء من المركب إذن واحد نسجل اثنان نضيف المركب ثلاثة نسخن لنستخرج الماء من المركب أربعة برد الجفنة وأعد قياس كتلتها خمسة أحسب مولاة الملح المائي ستة اطرح كتلة الجفنة بعد التسخين من كتلتها قبل التسخين فيكون الفرق هو كتلة الماء المفقود ستة سبعة عفوا أحسب مولاة الماء وأحسب أصغر نسبة عددية صحيحة لمولاة المركب إلى الماء ثم بعد ذلك ثمانية نستنتج صيغة المركب المائي يحتوي ملح مائي على 0.05 مول من الماء لكل 0.00998 مول من المركب الآيوني أكتب صيغة عامة للملح المائي للملح المائي XY مضروب في خمس مولات من الماء حيث XY بشكل عام هو المركب الآيوني مثل ما طلب منه صيغة عامة أحسب كتلة ماء التبلور إذا فقد ملح مائي 0.025 مول من الماء عند تسخين طبعا بحساب بسيط سنقول 25 ألف مول من الماء مضروب في كسر الكتلة المولية كتلة الماء 18 أتوقع منكم وأنكم حفظتموها الآن الماء عبارة عن 18 جرام على 1 مول من الماء سنقوم بالاختصارات لا نريد المولات نريد القرامات لأنه طلب الكتل فنقوم بالضرب 0.025 مضروبه في 18.02 وستنزل معنا القرامات من الماء الناتج 0.45 من 100 قرام من الماء إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ تابعنا شرح تحليل الأملاح المائية حلينا مسائل تدريبية وتكلمنا عن استعمالات الأملاح المائية الاستعمالات التطبيقات الكيميائية في المختبر والتجارية ثم الخلاصة وحل أسئلة التقويم إلى هنا طلابين نصل إلى نهاية الدرسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم